اشتركوا في القناة لايقا سواء العرب سواء اليمنيين سواء اي شخص اسرائيل ليس الدولة واحنا ما نعترف فيها فلاحل يا شباب ينزل تحت في التعليقات ويقول يا صادق ليش تسوي شرح عن رقم يهودي او من هذا الشي لا شباب خلي براسكم انه دايما القدس هي عاصمة فلسطين خلاص بس هذا الشرح اللي تشوفه قدامك هو عشان يعني للاستفادة وبنفس الوقت يمكن واحد يحتاج رقمه من هذا الامور تمام فرجاء خلوا تعليقاتكم ايجابية ما ندخل بالسياسة على كل حال يا شباب برنامجنا اليوم هو هذا البرنامج طبعا تقدر تستخدم فيه رقم امريكي او رقم بريطاني او رقم اسرائيلي بحد الوقت فاذا تجي تدخل على البرنامج اللي تشوفه قدامك ننتظر بس شوي يدعم ثلاث دول للتسجيل تمام اسرائيل والمملك المتحدة والولايات المتحدة فخلاص الان اول شي رح نشغل تطبيق السيرفر الامريكي شوفوا انا مشغل سيرفر امريكي وبنفس الوقت رح نحتاج الى بطاقة بنك وهمية تمام عشان انا ما رح اسجل بالرقم البريطاني ولا بالاسرائيلي رح اسجل عن طريق رقم امريكي طبعا هذا برنامج ايضا جديد شرحته قبل فترة اذا تحب ادخل عليه تمام البرنامج حلو صراحة البرنامج صراحة حلو ها طيبا سماح طبعا اللي يحب يشوفه شرح تابعه شوفوه حصلت على رقم مدفوع لاش يخش فيكنت وبعض الاحيان يعلق المهم حصلت على رقم امريكي مدفوع فيه تمام شوفوه انا باستخدم هذا الرقم للتسجيل في البرنامج الجديد ايضا قبل كل شي اضيف بطاقة بنك وهمية شوفوه هذه بطاقة فيزا وهمية اضفتها لحسابي فانا بحط لكم رابط البين وكل شي في قناتي تيليجرام ادخل على قناتي تيليجرام ايضا بننزل فيها ارقام كل يوم كيا شباب انزل فيها ارقام واللي يحب يشوف سلفة الارقام العربية اللي وزعتها في قناتي السعودية والعومانية والعراقية ومن هاته السوالف كلها تحت اسفل صندوق الوصف فخلاص انت بعد ما تضيف بطاقة بنك وهمية وتحصل على رقم طبعا مش الزام انك تحصل على رقم امريكي من هذا التطبيق طيب تقدر تجيب لك رقم امريكي من تطبيق من تيكستناو من اي برامج او حتى تيكستابلوس اللي ارقامه ما تشتغل في الواتساب فخلاص احنا بعد ما ناخد رقم امريكي نجي نسوي الى نسخ وندخل على برنامجنا الجديد اللي هو هذا تمام نختار اللوية المتحدة ونلصق الرقم نمسح الواحد اللي في البداية ونخلي بس الرقم ومفتاح الدولة يعني لا نسويه ونضغط على خيار التالي ننتظر الوقت هذا لما يخلص وبعدين راح يقل لنا تم ارسال الكود الى رقم الهاتف الخاص بك ننتظر شوفو جاني الكود على البرنامج هذا هو 2019 2019 من يذكرب هذا الشيء سنة سابقة الموم 2019 2019 نضغط على خيار التالي بعد ما تضغط على خيار التالي خلاص دخلك للبرنامج الآن يقول لك الاشتراك في الفترة التجريبية تمام؟ الآن يطلب منك الاشتراك في الفترة التجريبية وهنا انت راح تحتاج البطاقة البنك الوهمية اللي احنا اضفناها في البداية صح يا شباب فخلاص تضغط على خيار متجر جوجل بلاي هذا اللي على اليمين تضغط عليه وراح يقول لك شروط وأحكامه من هذه السوالف فانت كلمة عليك تضغط على خيار شراء تمام؟ تضغط على خيار شراء وخلاص راح يقول لك فترة تجريبية مدتها ثلاثة أيام وهذه بطاقة بنك وهمية تمام؟ اضغط على خيار اشتراك هنا الآن كلمة المرور اللي يطلبها منك هي الكلمة الخاصة بحسابك اللي هي الكلمة اللي هي كلمة البريد الإلكتروني الخاص بك أو جوجل بلاي تمام؟ فأنا بكتبها بكتب كلمة المرور الخاصة بحسابي وبرجع لكم الآن بعد ما قمت بكتابة كلمة المرور الخاصة بحسابي فقط أضغط على كلمة تأكيد وشوفوا الآن راح يقول لي تم الاشتراك وراح أقدر بعدين أحصل على الرقم الجديد اللي هو الرقم الإسرائيلي خلاص شوفوا تم الاشتراك الآن أضغط على خيار لا شكرا وكذا يكون حصلت على الرقم وتم الاشتراك في الفترة التجذيبية شوفوا خلاص أشتغل معي فالآن نسوي خطة مثلا للخلف ومن طلما شوفوا فوق طلع لي رقم إسرائيلي تمام؟ رقم إسرائيلي فالآن شلون نفعل الرقم وشلون يجينا الكود عشان يا شباب يجيك الكود بدون أي مشاكل ويجيك الكود برسالة استخدم جوال وما يكون فيه بطاقتك السيم كارد أو الرقم الخاص بك شريحة يعني لازم الهاتف ما يكون فيه شريحة لما يكون هاتفك ما فيه شريحة على طول الكود رح يجيك برسالة بدون أي مشاكل لأنه لما تكون فيه شريحة رح يقول لك تنتظر ساعة وانت رح تضطر أن تطلب الكود عن طريق الاتصال ويمكن أيضا يتأخر ساعة فلما تستخدم جوال ما فيه شريحة على طول الكود رح يجيك برسالة بدون أي مشاكل فالمهم أنا بستخدم جوال الثاني وبرجع لكم وسجل الرقم عليه طبعا يا شباب مثل ما تلاحظوا قدامكم هذا الجوال الثاني وإذا تشوفوا هنا فوق ما في شريحة شوفوا فوق الشريحة مو موجودة وسجلت الرقم الآن بس أضغط على خيار التالي وخلص كذا ببقى أني بكون أفعل الرقم وبطلب الكود ورح يجيني في البرنامج برسالة طيب خلص شوفوا يقول لي تم إرسال رسالة أعطيه سماحي البرنامج شوفوا يجاني الكود برسالة على طول في البرنامج تمام فخلص كذا يكون فعلنا الواتساب نجعل الرسائل أجي الآن أكتب الكود 777 813 فأنا الآن أدخل على الكيميرا مرة ثانية حتى الكل يتأكد تمام 777 183 شوفوا الآن لا عفوا سجلت غلط 777 813 3 شلون غلط يا أخي أنا سجلت صح طبعا يا شباب ايش اللي سويته طبعا مثل ما تشوفوه وجاني الكود صح تمام بس أنا كنت أكتبه يعني لأن الجوال باللغة العربية كنت عم أكتب 777 8133 هو الكود 8137 7173 يعني كذا تبدأ من النص يمكن عشان الجوال باللغة العربية فأنت عادي يغير الجوال للغة الإنجليزية وراح يضبط معاك الرقم فالمهم هذا قدامكم اشتغل الرقم تمام في الواتساب وكل شيء طبيعي معاي خلاص كذا يكون انتهى الشرح أدخل بس على الاعداد حتى الكل يتأكد ما يقول انت وانت يعني ما يشككه بس تمام شوفوه اشتغل الرقم في الواتساب خلاص هذا هو الرقم اللي حصلت عليه يلا الى هنا يكون وصلنا الى نهاية الشرح اي سؤال اي مشكلة كتبها تحت في التعليقات وان شاء الله رح رد عليكم يا الله كان معكم سعادة ومع السلامة